أهلاً بسعادة العقيد أحمد حمادة من جديد ما هو العنوان سعادة العقيد في الشمال السوري الآن؟ لا يوجد أجمل من عنوان حان وقت الحساب إذن هي جردة حساب ستقوم بها تركيا تأخر هذا الوقت؟ لا أتوقع بأنه تأخر لأن العمليات لم تتوقف بداية منذ عام 1984 حتى الآن هناك معارك شريسة ما بين حزب العمال الكردستاني ضد الدولة التركية ضد المدنيين ضد الجيش التركي ضد الأمن التركي ضد الشرطة التركية لذلك اليوم ليس جديداً هذه العمليات وهذا التحشيد وهذه خاصة الضربات الواسعة بالأمس ضربات الجوية من خمسين طائرة حربية وعشرين مسيرة يزودهم اثنين صهريج وقود على مسافة سبعمائة كيلومتر طول ومئة وسبعين كيلومتر عرض في العراق وسبعين كيلومتر في سوريا للمرة الأولى تصل الطائرات التركية إلى محافظة ديرزور وتقصف مواقع قصفت اليوم مواقع في القحطانية ماذا يعني وصول الطائرات الحربية التركية إلى تلك الأجواء؟ يعني بداية بأن هناك بنج أهداف طويل وواسع لقوات قسد والمسد ويبيغي وغيرها وحزب العمال الكردستاني تقوم تركيا على تعامل مع هؤلاء من خلال الضربات الجوية يعني 471 موقعا تم ضربه في هذه الضربة اليوم حتى هذه اللحظة هناك ضرب في منطقة تل رفعت في أحرص في ديرجميل في البيلونة في منغ في مناطق عديدة تقوم الطائرات والمدفعية التركية باستهداف يعني قوات قسد في هذه المنطقة بعد يعني لنكن تركيا اليوم جميعا دولة وشعب وأمن وجيش وغيرها تعتقد بأن ما قبل تفجير تقسيم هو غير ما بعد تقسيم كذلك بالاستهدافات التي طالت كلس وطالت معبر باب السلام من الجانب التركي وتم استشهاد اثنين من الأتراك وستة جرحة تم استهداف قرقميش ومقتل طفلة ومعلمة في مدرسة ابتدائية بالأمس هناك خمس شهداء مدنيين في السوق في مدينة إعزاز وسبقها في عفرين وفي الباب وفي مناطق أخرى إذن إرهاب قسد يعني كما يقال في المثل العربي طفح الكيل يعني من جرائم قسد ومن استهدافاته للمدنيين وفي مناطق أخرى عادة عن أن قسد يعني تسيطر اليوم على 26% من الأراضي السورية يعني تنهب البترول والغاز والخيرات وتسرقهم وتخزن هذه الأموال في جبال قنديل أو في أوروبا أو في مناطق أخرى وتحرم الشعب السوري هي تتعامل كذلك مع نظام الأسد تزوده يوميا بـ 200 ألف برميل من النفط واتفاقات عديدة إذن طيب خليني بس خليني بعمليتين